اهلا بكم من جديد دشنت هيئة تنظيم سوق العمل المنصة الالكترونية لسوق العمل بهدف خلق قناة توصل بين الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وأكد السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن اطلاق المنصة الالكترونية يأتي في إطار مساعدة أصحاب العمل على توفير العمال المناسب لهم بمختلف المهارات والقدرات والمؤهلات العلمية من داخل المملكة أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي اي بي اف اطلاقه لمنصة بي اي بي اف بلس في شهر يوليو القادم وهي مبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية في المملكة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وذلك من خلال سقل مهاراتهم وتطوير مستقبلهم المهني عبر بيئة إلكترونية تفاعلية حيث تعتبر هذه المنصة ذكية ومتطورة وتقدم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية مبتكرة مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية وتهدف لتعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل الحيوي وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني عالي الجودة في أي وقت ومن أي مكان في العالم أطلق بنك إلى أول برنامج تدريب افتراضي للطلب الجامعيين والخريجين الجدد وقد صمم هذا البرنامج التدريبي لتمكين المواهب البحرينية الشابة من تطوير المهارات وتعزيز الثقة لتسهيل دخولهم المعترك المهني في مجال التقنية المالية والصيرف الرقمية في ظل هذه الظروف غير المسبوقة نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19 أعلن بنك البركة الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع المناعي للمشاريع بغرض تقديم تمويلات لعملائه الراغبين في شراء حلول تكنولوجيا الطاقة الشمسية من الشركة ويعتزم البنك توفير خيارين تمويليين للعملاء الأول تمويل قصير الأجل لمدة سبع سنوات والثاني طويل الأجل لمدة خمس وعشرين سنة ومرتبط بالتمويل العقاري كما توفر مشاريع المناعي حلول تكنولوجيا الطاقة الشمسية للمنازل والمكاتب والعمارات والمجمعات السكنية والمؤسسات والشركات وغيرها والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1269 نقطة بانخفاض بنسبة 27 من 100% وذلك عائد لخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين و237 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 698 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 104 صفقات وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7267 نقطة بارتفاع بنسبة 0.83% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4450 نقاط بارتفاع بنسبة 2.37% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2133 نقطة بارتفاع بنسبة 4.60% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تراجع حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 14% خلال الربع الأول من العام 2020 على أساس سنوي وبحسب بيانات الهيئة بلغ إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع الدول الخليجية نحو 5 مليارات دولار منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر مارس واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري مع المملكة بنسبة 65.13% النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الاقتصاد الإيراني إلى الهوية والإيرانيون يعانون تحت خط الفق انكمشت صادرات الصين في شهر مايو مع استمرار إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب بينما يشير انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من المتوقع إلى تنام الضغوط على المنتجين في ظل تعثر النمو العالمي وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات في مايو تراجعت 13.13% مقارنة بها قبل عام نبقى في الصين حيث ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي غير المتوقع بسبب تغيرات في أسعار الأصول وذلك رغم تراجع اليوان بفعل المخاوف حيالة صاعد في التوترات الصينية الأمريكية في حين تقول الهيئات التنظيمية أن الإمكانيات الاقتصادية للبلد تكفل الاستقرار في المستقبل كشفت دراسة جديدة أن عدد الإيرانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر ارتفع بشكل كبير على مدار العامين الماضيين بسبب زيادة تكاليف المعيشة مع بقاء الدخل على ما هو عليه تقريبا منذ سنوات لشريحة واسعة من المواطنين وأشارت دراسة صادرة عن مركز أبحاث تابعا للبرلمان الإيراني أن الوقوع دون خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في إيران أصبح يتحدد هذه الأيام بناء على دخل قيمته 45 مليون ريال بعد أن كان قبل سنتين 25 مليون وهذا يعني أن معظم العمال في إيران أصبحوا لا يستطيعون كسب ما يكفي لبلوغ الحد الأدنى من الدخل الذي يتقرر على أساسه وقوعهم تحت خط الفقر من عدمه